تحياتي لك زميل عزيز تامر صار و تحياتي لكل مشاهدي قناة On Time Sports في كل مكان من داخل أستاذ بيترو سبورت و لقاء الجولة الخامسة لتجمع بيننا فريقي نادي أسوان و فريق النادي الإسماعيلي لو كلمنا عن أجواء و كواليس الفريقان هنبدأ بفريق نادي أسوان صاحب الأرض اليوم اللي يمكن كابتن سامي الشيشيني تكلم مع اللعبين كتير و كان فيه اجتماع هام مع اللعبين و تكلم معهم على أن فريق نادي أسوان فريق جماهيري و عنده جمهور ضخمة بينتظر الفوز بالتأكيد و كان جمهور نادي أسوان حزيم بعد خسارة المباراتين الأخرى في المباراة السابقة و اللي قبلها و نادي أسوان فاز في أول مباراتين و الدا حماس و دافع له أسوان هيكون ماشي بشكل جيد في دوري المصري لو كلمنا عن تشكيل فريق نادي أسوان اللي يخط بي كابتن سامي الشيشيني مباراة اليوم في حراسة المرمى هيكون عمر ردوان أمامه شابانة والعشري أطراف عبد الوهاب و أحمد أيمن نص الملعب هيكون هيسم الفيل و أحمد فتحي و أمامهم أحمد صغيري و هيكون في الأمام مع الأطراف رجدي و أحمد سالم صافي و في الهجوم هيكون عمر ناصر هغيب عن فريق أسوان اليوم للإصابة و للإيقاف محمد سستة و إسلام سري للإيقاف و أيضا محمد جابر إيقاف و محمود صلاح اللي مصاب برباط صليبه يكون غايب فترة كبيرة عن نادي أسوان أيضا كابتن سامي الشيشيني اللي كان عنده وقف من المباراة السابقة هيكون بيتابع المباراة من المدرجات و يكون غير متواجد بالملعب بالتأكيد يمكن نادي أسوان بيستعد بصورة مهمة وكان فور وصوله و وصل الساعة وحدة للاربع وكان فيه تركيز كبير من اللعبين بيحاولوا يستعيدوا نغمة الانتصارات مرة أخرى ويكون نتاج إيجابية يعودوا بيها مرة أخرى لنسك الطبيعي لفريق نادي أسوان أما عن النادي الإسماعيلي وهو برازيل كرة المصرية اللي بالتأكيد بينتظمهم جدا للفوز بالتأكيد وقت عديل المصار يمكن نادي الإسماعيلي حتى الآن لم يفوز في أي مباراة عدل ثلاث مباراة وخسارة مباراة أكيد نتائج غير مرضية لنادي الإسماعيلي وأيضا تغير أجهزة فنية كثيرة للنادي الإسماعيلي وموجود في الجهاز الفني الحالي كابتن محمد وهو با كمدير فني ويمكن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قرر تصعيد كابتن عطية صابر من فريق 99 اللي ماشي معاه أيضا بشكل مميز جدا كابتن عطية صابر مش غريب عن نادي الإسماعيلي واحد أكيد من الأسماء الكبيرة واللي كانت متواجدة أيضا مع الفريق الأول لنادي الإسماعيلي فيها فترات سابقة ويمكن ركزه كابتن عطية صابر وكابتن محمد وهو با مع اللاعبين على أهمية عودة الإسماعيلي مرة أخرى وكالهم مع اللاعبين على أن لازم يكونوا رجال تحمل مسؤولية أكيد ظروف صعب يأمر بها نادي الإسماعيلي ولكن النادي الإسماعيلي كبير والعيب النادي الإسماعيلي كبار بالتأكيد وكان أيضا هناك وقفة من كابتن محمد صبحي حارس مرمى النادي الإسماعيلي وكابتن فريق الإسماعيلي مع اللاعبين وتكلم معهم كتير وايضا بعد وصولهم الى استاد بيتروسبورد كان كابتن محمد صبحي بيشجع اللعبين بصورة قوية جدا على اهمية التركيز واقتناص ثلاث نقاط وابداية جديدة مع النادي الاسماعيلي من مباراة اليوم لو كلمنا عن تشكيل النادي الاسماعيلي لمباراة اليوم هيكون في حراس المرمى محمد صبحي امامه خط الدفاع هيكون ردوان شريفي ومحمد عمارة ومروان الصحراء ومحمد بيومي خط الوسط هيكون احمد مدبولي ومحمد عادل ومحمود دونجا ومحمد الشامي وفي الهجوم هيكون شكري نجيب وشيلونجو لو كلمنا عن غيابات النادي الاسماعيلي هغيب عنها النهاردة عبد الرحمن مجدي وابراهيم ابو اليازيد وبهر المحمدي واري بابل ويمكن ايضا النادي الاسماعيلي غيابات اكيد بتؤثر على النادي الاسماعيلي ولكن عنده تعوضات وعنده لعبين بودلاء هيكون لهم مكان ودور كبير جدا في مباراة اليوم كابتن تامر ديكت اجوانا وكوالسنا من داخل استاد بيتروسبورد والان العودة لك مرة اخرى تفضل